تاعز تمضي نحو تخليص مؤسسات الدولة من سلطة الميليشيا المتطرفة هذا عنوان اللحظة الراهنة في المدينة التي اكتوت بالميليشيا مرتين مرة بفعل ميليشيا الحوث الانقلابية واخرى بفعل الميليشيا التي تشكلت داخل اطور المقاومة ولم تتصالح مع الدولة بحسب متابعين فان تاعز على موعد مع مرحلة جديدة لحملة لها علاقة بحضور الدولة دون توقف عند حدود فصيل معين وعلى جميع التيارات والفصائل التي عملت على شغل كل مساحة في المدينة غير خاطعة للدولة وقوانينها في المرحلة السابقة ما يعرف بكتائب ابو العباس هي اكثر الكتائب التي تشكل اعاقة لحضور الدولة بحسب مراقبين وقد بعثت مناشدة في بلاغ امني حمل العديد من المضامين من بينها مناشدة لتحكيم العقل قبل ان تفلت الزمام الامور وتخرج عن السيطرة مؤكدة ان توجيهات المحافظ صريحة وبيانه واضح بان الحملة الامنية ليست موجهة ضد ابو العباس حد قول البلاغ والمناشدة الحملة التي دشنت السلطة المحلية في المحافظة مكونة من الجيش والامن وشرطة العسكرية قُبلت بارتياح شعبي واسع في المدينة التي عانت كثيرا من الانفلات الامني وتعطيل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وتحويلها الى هياكل مشلولة الحملة الامنية والعسكرية لم تخلوا من الاشتباكات وخلف الضحايا في ظل تمنع الكيانات المسلحة في الجبهة الشرقية عن تسليم المؤسسات واصرارها على ان تضل تلك المؤسسات تحت سيطرتها وخارج اطار الدولة وهذا العمل تكريس للحالة التي تبقي تعز قطاعات مسلحة فارغة من الدولة ما حدث في تعز بين قوات الامن والجيش من جهة وبين كتائب ابو العباس من جهة ثانية وحد المواطنين على الصعيد السياسي والشعبي والذي يقف في صف الدولة ضد الخارجين على القانون استنبر الاشتباكات في ظل الارادة الواضحة من قبل السلطة المحلية على بسط نفوذ الدولة يشير لانه ثم تعصيانا مسلحا للدولة تقف خلفه كتائب ابو العباس ما يعزز مخاطر سيطرة اي قوات خارج القانون على مؤسسات الدولة